السلام عليكم أخواتين مغربة أخواتين مغربيات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال كان طلب من الأحرار اللي مازال مشترك في القناة الاشتراك في القناة البارتاش ديال الفيديوهات وتفعيل الجرس باش يوصلكم آخر مكان نشره وكذلك اللايكات ديال الفيديوهات الموضوع ديالنا اليوم الخوط هو الفيديو الأخير ديال الحميد المهداوي اللي كهدر فيه على مصطفى الخصم فهنا أنا كنتوجه أولا الحميد المهداوي حميد المهداوي أنت الصحفي والصحفي من الأولويات دياله ومن المفروض عليه قبل ما يقدم مصطفى الخصم المغاربة شخص هو أنه يبحث على شكونة هو هذا الشخص وهنا الطريقة اللي قدمت بها مصطفى الخصم المغاربة فأنا كنتشوفها إما أنك لم تتحدثت بشكل جيد وأنك لم تتحدثت بشكل جيد وأنك لم تتحدثت بشكل جيد حميد المهداوي لأنه إذا لم تتحدثت بشكل جيد ومعنومات صحيحة فهنا تجلب مغالطات للمغاربة أو الليلة فعلا أنت عارف بحتي ولكن لم تتحدثت بشكل جيد حقيقة المغاربة فهذا تسمع تضليل للمغاربة وأنا هنا جئت باش نوضح لك ونبيل لك بالحجة والبرهان وبالصوت والصورة الحقيقة لها تصدر هذا والتي هي العكس تماماً لذلك الشيء الذي قلت للمغاربة ونتمنى أن نرى هذه الحقيقة التي كانت أقولها بالصوت والصورة ستشاهدها من الشخص المعني بالأمر فهنا سأشرح معك ونعطيك التوضيحات نقطة بنقطة أول نقطة قلت أن مصطفى الخصم بطل عالمي فعلا مصطفى الخصم بطل عالمي أنا متفع معك فيها لكن لكن ليس بطل عالمي 12 مرة هذا كذب وضحك على المغاربة وهذا الشيء دعنا نخليك تسمعوا من الفم ديال المدرب دياله اللي سميته الحسن الهيلالي اللي كان هو الخو الرئيس الهيلالي اللي هو الأخ ديال عبد الكريم الهيلالي الرئيس الجامعة الملكية ديال فول كونتاكت والكيك بوكسنج لكل كي عربي أنه ألمانيا ليست بلاد الكيك بوكسنج كان الخصم كيلعب في تظاهرات صغيرة في ألمانيا اللهم ما بعد تظاهرة واحدة في فرنسا واحد وشي واحدين في هولندا من بعد فاش رجع للمغرب أنا عبدو ربيش رفت على التداريب ديالهم وهنا المعلومة الخاطئة التانية وقلتي أنه هاد مصطفى الخصم اسمح في الجنسيات واسمح في الامتيازات ودخل المغرب باش يخدم المغرب وهذي معلومة خاطئة فمصطفى الخصم تم الترحيل دياله من ألمانيا إلى المغرب مش يسمح في الجنسية ودخلها هو الحاضره تم الترحيل دياله من ألمانيا إلى المغرب هاد أول وعية واذا شانا نخليكم تسمعوه من الفم ديال المدرب دياله الخصم كان مقيم بألمانيا ومن بعد الترحيل دياله إلى المغرب ندخل المغرب في ألفين ألفين وواحد كيف ما سمعتين يا أخي حميد المداوي نحن نرى باش نصحولنا مغربة مصطفى الخصم كان يتريني به الحسن الهلالي في سيطانجيم في أقدال وكانوا يترينيوا معنا في روايال في أقدال وكان معايا في المنتخب الوطني المغربي كيك بوكسنج والطاي بوكسنج إذا مصطفى الخصم لا تسمح في الجنسية الألمانية وسمح في الجنسية الدول الأخرى وفي المتيازات ودخل المغرب لكي يعمل المغرب لا يوجد هذا مصطفى الخصم تم الترحيل من ألمانيا إلى المغرب وأنت يا أخي حميد المهداوي يمكنك تصحح هذا المغرب وتطرح على مصطفى الخصم هذه الأسئلة وتقول له خصوصا يشرح لك ما هو السبب ما هو السبب الذي يجعل ألمانيا ترحله المغرب ومن ما يبغيش مصطفى الخصم يشرح لك ما هو السبب الذي يجعل ألمانيا ترحله المغرب يمكنك الساعة يخرجه ونشرحها المغرب وأنا أخي حميد المهداوي سأقول وأنا سأسمع من ثم مصطفى الخصم وبالصوت والصورة كما هي الامتيازات والريع اللي كان باغيه من المغرب وأنا غنخليك تسمع بودنيك وأعاد غنرجعوه ونهضروا على هذا الشيء من ده نطلبها كبيرة وده تونسين قل لي قل لي شنو أنتها شنو بريتي وهذا قلت له أنا لك قلت لنا أنا بريتها قلت لنا بريت 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 هذا الشيء للطلاب نعم لقد قلنا أننا سأبنى هي أرام أرون الأرض بلصة زويلة أنا سأبنى هنا الخوت أولا أريد أن أشكر العناة للنيضال لأن النيضال هو الذي أجلب هذه المعلومات و أضع عليهم فيديو إذا كلكم الخوت حميد الميداوي هل أنتم لم أسمعتم؟ مصطفى الخصم؟ اليوم قالوا لي ما أريد من الملك؟ ما قالوا؟ وقالوا قالوا الرشدي الشريبي أريد القريمة الصيد في أعالي البحار القريمة الصيد الرخصة في أعالي البحار وقالوا له هذا الشيء لا يسعني الملك ومن بعد ما قالوا؟ قالوا أعطيهم الأرض في بلصة زويلة وأنا سأبنى من عندي إذا السحام الميداوي ما هذا هو الذي جاء يخدم المصالح المغاربة هذا هو الذي يستمع في الجنسية والمتيازات وهذا هو يجب على المتيازات يجب على الريع يجب على الرخصة يجب على الصيد في أهل البحار يجب على الأراضي وهذه هي العملية النصب التي نخدمها هو والجامعة الملكية لا يستمع في الأخر ولا ينوضها أصداع بيناتهم إذا ها أنت السحام الميداوي سمعت بودنيك فأنا كنتمنى منك تدير العمل في الصحفي وتجيب مصطفى الخصم كمجبته بيينته للشعب المغربي على أنه بطل عالمي 12 مرة وهز الزرايا وسمح في الجنسيات وسمح في الإمتيازات وتدير العملية فهنا من دور والمفروض عليك أمام الشعب المغربي تجيب مصطفى الخصم مرة ثانية وتواجهوا بهذا هذا وتواجهوا بهذه الحقائق تقول له يشرح لنا ويشرح للشعب المغربي العديد 12 مرة طالعالم ويورينا يوريد الشعب المغربي في نوم هذه البطولات يورينا هذه البطولات 12 مرة طالعالم رمش أي تدهورة أي غالة قد تطلع لها كومبا تلعبها ويقول لنا بطولات العالم فرع ما بين بطولات العالم وما بين غالة هذا يجب أن تسأل مصطفى الخصم ويشرحوا للشعب المغربي والثانية يجب أن تسأل مصطفى الخصم يشرح للشعب المغربي السبب هو الترحيل من ألمانيا إلى المغربي لماذا ترحيل ومن بعد تسويله وتقول لي كيف أنت تطلب القريمة والرخصة في أعالي البحار وكيف أنت تطلب الأراضي في بلاسة زوينة يعطيهم لك المالك لكن أنت يجب أن تخدم المغربي وسمح في المتيازات ويشرح لنا هذا الشيء ونحن أقولك كيف أن تهجم علي أنا زاكري الممني لديه مشكلة هو المال زاكري الممني يجب أن يجب في المؤسسة ويجب أن يجب في البلاد لأن كان يريد المال وقد يريد أنت السحام المدوي سمعت بإذنك سمعت بإذنك كيف أن تهجم وكيف أن تهجم وأنا أعادتي معرفة عالميا إذن هذا الشيء الذي يجب أن تهجم أنا ويجب أن يهمني غير المال وهناك نسمعه يقول أنه باقي الرخصة أعلى البحار وباقي الأراضي وفي الفيديو يجب أن تهجم شخص يقول مصطفى الخصم أنت مات أنت ماشي راجل فأنا لم أقوم نقول نفس العبارات ولكن العبارة الرجلة صعبة أنا كنت أقولها الرجلة والله هذه الرجلة صعبة صعبة وأنا سأتأكد شيئا مصطفى الخصم لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن يجب أن تهجم على إنسان دوز الاختطاف الاحتجاز تعذيب لمدة أربعة أيام الاعتقال السوفين لمدة 18 شهر من أمور هذا العدب كامل بدأ المسلسل من نوع آخر المتزاز المتزاز بصور مفبركة بورنغرافية التهديد بالعادل محاولة الاغتيال بالسلاح الناري والأسلحة البيضاء فوق التراب الفرنسي هذا كامل بشكل سكتوني لا نفضح الجلادين والمجرمين والمخرج من الأفلام الجنسية عبداللاطف الحموشي ومونير المجدي والملك محمد السادس على هذا الشيء الذي كانوا معه فإذا مصطفى الخصم فعلا ليس رجل فهذا مصطفى الخصم مصطفى الخصم كاركوز من نظام الخبيط في حشرات الفيديوهات تهجمني ويتبنى الرواية البوليسية الرواية من نظام الخبيط والجلاد والخبيط مخرج لأفلام الجنسية عبداللاطف الحموشي نظم أن اليوم وضحت لك السحامي الميداوي حقيقة إلى هذا مصطفى الخصم وكنت سنو منك كما جميع المغاربة أنك تجيب مصطفى الخصم وتصحح هذه المغالطات التي ذهبت اليوم تسمى تضليلاً وهناك العدو يجب يسقط هذا النظام الملكي الدكتاتوري يسقط الملك المفترس محمد السادس والمحاكمة محاكمة جميع العصابة الحاكمة أمثال الشفار والنصاب الجلاد مونير الماجد الكاتب الخاص بالدكتاتور المحاكمة أمثال الجلاد والخبيت مخرج الأفلام الإباعية الطيف الحموشي أمثال الخبيت ياسين المنصوري الخبيت فؤاد الحمى كما وعدناكم دائماً أين هي الأميرة سلمة المختفية منذ 2014 والمعنف الدكتاتور محمد السادس أين هي الأميرة سلمة المختفية منذ 2017 والمعنف من طريق الدكتاتور محمد السادس خوتي المغربية نتمنى لكم يوم مبارك موعدنا الحرعى المؤفرة السلام عليكم مع السلامة